هوني رويح بديت تتحرك وكني نقولوا بطبيعة ولد بحار والكروفيت وكل جو هذيك الكل مع التاخت عنا رويح مزينا برشا ديما نقولوا راولير وستمتعنا البننا بالجارانتي جربوهم تحصلوا جربوهم وذوقوهم حاجة بنينا على خر هوني في البلاتو كنت أعلنت على اللقاء متعنا التوى مش نحكيه على واحد من أهم المعارض اللي شكل همزة تواصل بين توينسا في الخارج وبين حلمهم في اكتساب مسكن أو عقار في تونس حاضرة بحذية منظمة المعرض مرحبا بيك أهلا وسهلا عايشك ميسي شباح الفل ولياسمي قولي في نفس الموعد تقريبا من كل سنة تكون بحذينا وبينيتنا في الوطنية ونحكيه على المعرض هذية من عام العام عنا المعرض هذية كأنه ضج كبر المعرض هذية كبر بالصيت اللي عملوا للناس اللي عايشة خارج تونس الحمد لله تاوى عنا ديا سنكيام اديسيون من عشرة حتى الاثناش مارس في الاسباس منتخوي في بريز وعنا سيد سوتاش دورة في العالم الكل فيما يخص المعرض التونسي للعقارات والتمويل البنكي سنة الحمد لله كل مرة يكبر المعرض هذية وديما جينا أفكار جديدة يقبل أفكار جديدة قبل هو من عام العام لأنه معرض كيف يقعد ويشد سحيح ويشد ثنيته لأنه نجح مثلا كنا نحكيه على عام ناو نبدأ من غادي كانت العروض والاتفاقات على مستوى الانتظارات والمأمول ولا لي أكيد خطر عنا برشا دي بروموتور بعثين عقاريين كانوا موجودين في نفس الفضاء مع عدة بنوك من أكبر البنوك التونسية موجودة جيوا بالرغم كان في آخر جوان وقتها همنيول ما يتم ليش كنا رجعوا للتونس لهنا وبعد سمعوا بمسكن اكسبو رجعوا بالذمة وجينا للمعرض وكان أقبال كبير ومحترم وشريوا برشا ديار وديك أمنية المخترب هو أمليتنا الكل عشو دي واضحين أمليتنا الكل والخارج ربما يبدأوا البرة ديما يحبوا جذور يعني يكون عندهم الجذور هنا في تونس أبا الساعة ما عندهم مش فرص باش ينجموا يشوفوا يقارنوا العروض مش كما وإحنا في تونس باركزامبل نجموا نقارنوا دار هيدي قيد دار الأخرى وعندنا الوقت ما هم حسب الفاكونس بتاعهم أو الكونجي بتاعهم دونك يجيوا في فترة تعصيف ما يقاوش وقت باش عندهم مش متساعة من الوقت باش يقارنوا ما بين الديار أو ياخذوا قروض بنكية وتسهيلات مع البروستور المطولة بار كونتر احنا في السالون كيفي جي يختار الدار الحلمة بتاعه هو ومام تون في نفس الفضاء ياخدوا الموافقة المبدئية على القرض البنكي كما سنيب باركزامبل عنا من أكبر البنوك ديما اللي هما في ديلا معنا اللي هي البنك الفلاحي الفلاحي بيانا نكتفيه بهذا لأنه وعدة بنوك أخرى بانك عمومي نحكي عليه خلينا نبدأوا شوي شوي بشنفسروا للناس الفكرة والفلسفة اللي وراء معرفة إكسبو هذية العقارات شنية نوحة مدم أمنة للي يسمع أول مرة للي يكتشف الأول مرة يعني نوعية وعدد العقارات اللي موجودة على ذنبتكم موجودة طوالليستة مسكرة وإلا ما زال فما معناها أخرين عروض أخرى بش تكون موجودة من هون المرس طوالمن هون المرس ما زالوا عنا شهرين ما زالت التسجيلات مفتوحة ما زالت فرص موجودة ما زالت تسجيلة تونسية إذا تسمع فينا طوأكيد مع مدم إنس يحبوك برشا ويصري يتبعوك في البرنامج هذية دونك نجمو يستعدوا معناها بش يجيونا للمعرض من 10 مارس حتى 12 مارس مسكين إكسبو في الاسباس منتروي فيها يضم الأغلبية بتاع البلدين يعني في تونس عنا سوسا عنا الحمامات عنا تونس الكبرى عنا في جربة الحق عنا في نيبل عنا في برشا وصعتوا شوية في دائرة المناطق اللي فيها المناطق هذه هي تقريبا معناها تشميلة ما فمش طلبت على أماكن أخرى؟ شوية ثمت برقة ثم أي ثم حاجة أخرى وجهت مستحبتة هذه وجهت أما مش بدرجة كبيرة معناها احنا نحكيو هنا على منازل ولا نحكيو على شقق ولا نحكيو على فيليت مش نعرفو شوية زيدا الفريتين تاع الاختيارات نحكيو على شقق جديدة ونحكيو على ديتيغان أراضي نحكيو على ديفيلا نحكيو على كل ما هو عقاري حتى البيروتيك زيدا كيف كيف عنا موجود في أغلب المناطق في تونس أما سنة زدنا إضافة أخرى عملنا سالون آخر في نفس الاسباس من شركة بونتين إيموبلي اللي هي شركة فرنسية وراجعة بالنظر اللي هنا أحنا تنظم توسكي الكويزين لسالدوبان للحاجة والتونسي البره بشيق تاني كوجينا وإلا بشي ديكادو لسالدوبان وإلا بشي يعمل دي كاميرا سورفايانس أو الطاقة الشمسية دونك موجود في نفس الفضاء الخصيصا للجيلية التونسية اللي موجودة غادي في فرنسا أو أحوزها ممتازة دونك اليوم المعلومة كيفش تخليوها الدور يعني بخلاف احنا هوني نحاول وأنه نمتوجه للجيلية في الخارج ولكن غاديكا في الميديا الكوم كيفش تخدمو عليها مدم أمنة بش توصل المعلومة بش تستقبلوا أكثر عدد ممكن بتوينسا عبر السوشيال ميديا عبر عن داولو في التواصل الاجتماعي عبر الراديو غادي نعديه وتعديه وزيده في البساج اللي راديو والمعروفين غادي ولا يسمعوها التوينسا تم دي صفيش تم دي بانو في الميترو ستيشن في بريز الكل تم عبر القنصلية مشكورة كل عام تعاوننا في الببليستي عنا عدة طرق بشكون بشكونوا خصوص لهم وحتى يكونوا حاضرين بضب وخصيصا المرة هذه عملنا حفلة تحييه الفنانة الشعبية الكبيرة زينة القسرينية والفنانة الكبيرة سامير لوسيف يكون يوم الجمعة 10 مارس يعني بش يجيوا للحفلة بعدد كبير إن شاء الله بش تكون سيبورد كومنيكاسيون للمعرض على خط المعرض مغدوة وبعض غدوة يتواصل ممتاز دونك حاولتوا تقربوا الهيكل للكل مدام إنا يكونوا موجودين تحت سقف المعرض إكسبو دونك اليوم اللي بش يجيكم ويقصدكم وعندوا أسألة خامروا في خصوص القروض البنكية في خصوص المال تعرف أهم حاجة يظهر لي هي النقطة هذه الخاصة بالتمويل بالفلوس بالقروضات دونك حكي لنا شوية على الهيكل اللي بشكون موجودة اللي هي المنظمات اللي معناها المؤسسات المالية بش يمشون معنا هما البنوك هما أهل الإختصاص بش يفيدوهم أكثر مني في التسهيلات وكل البنكة عاملة الباك خاصة بالتيرو التونيزيين غيزيدون الإترانجي هما تم تفاوض معناها نسبة تفاوضية يعني ميش كبيرة مثلا نحنا في تونس لهنا تمشي بش تاخد تيمين بلوس إكس هما إكس موانزان يعني ثم عاملين بصفة المعرض عرض خاص للي يجيوا للزوار مسكن إكسبو اللي يكون النسبة الفائدية يعني الفائدة تكون أقل ما اللي هو كي يكون في تونس خصيصا للمعرض وحاجة أخرى حاجة أخرى أي حاجة أخماشة اللي في بالي وإلى ليه اللي يقولوني أنه سنيف الدورة هذية اللي عنده دار يحب يبدل فيها حاجة ولا يزيد حاجة تحت عنواننا باطيمة ينجم ينجم يتم تقديم جملة من الخدمات من نوعها هذية أكيد تم التجهيزات المنزلية تم كما حكيت لك الكويزين عندك ليسال دوبان عندك أي حاجة يحبها فيما يخص العقارات في تحسين المسكن عنا في سالون باطيمة نفس الأيام يعني عشر 11-12 مارس في نفس الفضاء يعني هو يكمل مسكن إكسبو تسمى الانترفنون بتاع السكتور بتاعنا طيب دونك اليوم فرصة تسمى برشة للناس اللي معناهم مش وقت اللي يجيوا بحثين ويحبوا ما يضيعوش بالحق العطلة متاعهم مش هرر وقالة أكثر شوية ونعرفوا اللي هذوما متشتين يعني هالهيكل المتداخل الكل بعاد على بعضهم حتى في الوقت بيش يأخذوا جاهدوا بيش يأخذوا وقت وهم يبدوا متوحشين عائلاتهم بيش يقعدوا بيناتهم ومعاهم دونك اليوم فرصة مرة أخرى معرض للكسبو هذي عنا معرض مسكن إكسبو اللي هو قار سنوين معناها والتي عادة نستصنى فيه كل عام وعملنا كذلك من شركة الشركة الفرنسوية بوينتين إيموبلي اللي هي أنا ساحبت الشركة معناها دونك عملنا اللي يكون معرض دائم على نفس الفكرة هذيك يجي يسكن في فرنسا أو غيره في المناطق المجاورة يجي في قلب باريس عنا مكتب قصيصا للجالية التونسية غادي اللي يحب يقتني دار أو يحب يأخذ تمويل بنكي يكونوا أحنا الوسيط أو حتى استشارة قانونية أو حتى أسيرانس متاع المنزل بتاعه يكون يجينا للبيرو والمقر بتاعه في وست باريس كل شيء موجود على زمتهم ولا بالضبط وما غير عمولة ما غير عمولة للناس اللي جيتنا المسكن إكسبول صالون للدورة هذي يعني 0% كوميشيون خيبيا باش تجعوهم هنا باش يجيوا ولا أكيد طيب نحن باش نعاونهم خصيصا للزوار مسكن إكسبو باش يكون على تيلة السنة يتمطعوا بالسرفيس جراتوي إن شاء الله إن شاء الله يكون الحلم يتحقق إن شاء الله تكونوا أنتوما الانترميديار أنتوما هامزة الوصل أنا نشكرك برشا مدام إبنو نعرف اللي عندكم حرص كبير وتخدموا بالحق معناها في التوينسة اللي يقصدوكم لإكتساب منزل الأحلام في تونس في أرضهم نشكرك برشا نجي منعطي الرقم التليفوني اللي يحبي يشارك ولا يخلط ولا عنده معلومة من الجيلية التونسية يحبي يتصل بينا عن طريق الواتساب 25 55 4474 أو 56 61 14 14 خيبيا لك هذي اللي تواصل معاكم مازال فما وقت لتبيع للتسجيل والالتحاق وبيش تاخذوا فكرة وتعملوا فكرة أنتوما ساعة شنوة حاشتكم وشنوة تحبوا بيش تمشيوا وتلقاوا إن شاء الله الظلم تيكم نشكرك برشا مدام ناتيك صحة نورتنا اليوم بالحضور أنا بسنسا